السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسهل بكم وتابعي قناة الأستاذ أحمد من كل مكان. هواية طلاب متابعين معرفوا كيف يستخدمون تطبيق مالتي. في هذا الفيديو سوف أعلمكم كيف تستخدمون تطبيق بصورة سريعة. طبعا بعد ما تنصب التطبيق مالتيك سوف تأتي تفتحها. اللي هو باسم الأستاذ أحمد مهدي. سوف أخلي لك الرابط مالتيب بصندقلوسوف أول تعليق تقدر تحمله. تقدر تكتب بالمدتر جوجل باي الإسم الأستاذ أحمد مهدي أو أستاذ أحمد مهدي شاء الله سيطلع لك التطبيق. طبعا هو فقط متوفر حانيا على السامسونج. الآيفون ما متوفر عليه. إن شاء الله نحاول المستقبل إذا قدرنا نسوي هذا الشيء. المهم بعد ما تفتح هذه الصفحة الرئيسية. هنا عندك اللي هي قائمة جانبية تقدر تقيم التطبيق. تشارك التطبيق إذا تدعم الأستاذ أنه الشاهد الإعلان. إن شاء الله اللي ينبه عليها هو عبادهم أن هذا التطبيق بفلوس. لا هذا مو فلوس هاي إنما هي إعلانات. هاي إعلانات تطلع بالتطبيق مو فلوس. المهم فهذا التطبيق يحتوي على هاي الأقسام حاليا. إن شاء الله التحديث القادم رح ننزل بعض أقسام. طبعا القسم الأول هو الملازم. لدينا ملازم الابتدائية، ملازم متوسطة، ملازم الإعدادية. ملازم الابتدائية من الأول الابتدائي إلى السادس الابتدائي. تختار أي صف أنت تدخل رح يطلع لك. مثلا ملازم السادس الابتدائي كمثال. طبعا هناك بعض النقوصات لنضيفها إن شاء الله. فلتلاحظون طلع عندنا إعلان. مع أن علاقة عادية لا يوجد مشكلة، ننزل لجوه. تلاحظ هاي الملازم اللي موجودة عندنا. مثلا أنا أريد أخذ ملازمة اللغة الإنجليزية السادس الابتدائي. رح أتخذ عليها. رح تطلع لك الملزمة يطلع لك الموضوع كامل. رح تطلع لك الملزمة هاي قدامك. تقدر تحملها بالجهاز أو تقدر تصفحها مباشرة من خلال التطبيق. لكن حسب سرعة الإنترنت. أنا عندنا الإنترنت شوية ضعيف لذلك تلاحظ أنه ما طلعت لازم تنظرها. أما ألا تريد تحملها من بي دي اف. موجود عندك البي دي اف. هاي بالنسبة لشغلة الملازم. ننتقل بعدها إلى الدروس. أنا أغفر لكم الدروس من الأول الابتداء إلى السادس الإعدادية. طبعا عبارة عن ملخصات وشغلات. وأيضا رح نضيف بعض إخوة شغلات إن شاء الله. مثلا دروس المتوسطة. مثلا طبعا أنا الآن خالي على شكل كورسات. لكن هاي جاء قرار التربية أنها تلغي الكورسات فراح نشوف شين اللي رح يصير وأيضا نحدث إن شاء الله بالتطبيق. مثلا دروس الثالث متوسطة. مثل ما قلت لكم هاي إعلانات يعني ماك مشكلة. بالدروس أيضا اكو ملازم. اكو شروحات. اكو ملخصات. كل شيء اكو. بتلاحظ هاي موجودة كلها. تختار. مثلا عندنا سأل منهج جديد من الاجتماعيات. عندنا موضوع. موقع العراق الجغرافي والفريقي. هذا موجود شرح كامل عن الموضوع. عبارة عن أسئلة واجوبة. بعد ما خلصت الدروس. عندي مثلا أخبار التربية. طبعا هذا قسم خاصب. كل شيء خاص التربية بشكل مباشر ينزل يتحدث هذا القسم. عندنا الأسئلة ما الوزاري. عندنا الثالث ابتدائي الثالث متوسط الثالث اعتادي. وعندنا أيضا الفرع المهني. طبعا دولة الأول الثاني الثالث. أسئلة الامتحانات اللي هي موال الكورسات. نهاية الكورس الأول نهاية الكورس الثاني. وضبنا وياها أسئلة اختبار الذكاء وشغلات. والكورسات اذا اللغة أيضا راح نحدث بهذا الشيء. يعني قلنا نقول نهائي انتجي بيها. عندك كتب موجودة. كتب جميع المراحل. وحسب آخر ما وشي موجود. مثلا عندك المراحلة المتوسطة. الثالث متوسط. موجود عندك كتاب الاجتماعيات الجديد. عندنا مثلا الاعدادية. عندنا الخامس. العلمي والخامس الأدبي. عندنا كتاب الحاسوب. وعندنا اللغة العربية. فهين كون موجودات اضافة الى الكتب القديمة اللي كانت موجودة. عندنا مواضيع الانشاء. انشاء طبعا اللغة العربية. أي شيء بالانشاء تحتاجها راح تلقاه هنا. انشاء مواضيع كونما انشاء. عندنا آخر شيء له نتائج الامتحانات طبعا هي الوزارية. الثالث تداء الثالث متوسط. وامتحانات العراق بشكل عام. سواء الدراسات الأخرى. هذا التطبيق بشكل سريع. شرحت لكم وشون تستخدمونه. انتظروا ان شاء الله خلال أقل من شهر بإذن الله. راح ينزل تحديد جديد. وهذا التحديد الجديد راح يحتوي على أقسام جديدة. وهذه الأقسام الجديدة راح تحتيها بشكل سريع. راح تكون هي أقسام. إضافة للأقسام الموجودة. أيضا أقسام للطلاب الكليات. وأقسام ترفيهية. راح نضيف امتحانات الإلكترونية. راح نضيف الأجهوب النموذجية. راح نضيف خطة يومية فيدي الأساتذة. راح نضيف الحذوبات. ما يخص الطلاب الكليات. راح نحط المعدلات. دليل الطالب. أي قسم أي كلية تعرف أنهم علمات. راح نخلي لكيها إن شاء الله. الكليات الأهلية. الأقساط مالتها. المعدلات مالتها. المسائية كذلك. راح نخلي مناوعات. أسئلة مسابقات. راح نخلي أخبار مناوعات. راح نخلي التعيينات. راح نخلي مناوعات. راح نخلي أسعار الدولار. راح نخلي أخبار التقص. فكلها راح تكون إن شاء الله موجودة. إذا شخص من من الدراسة ويريد يفيه بغير شيء. فلا تنسون تدعمون التطبيق بالتحميله. والتقييم والرد في جوجل باي. رب يحفظكم إن شاء الله في أمان الله.